موسيقى العلاقات العراقية الأمريكية مع بعض الانسحاب كيف سيكون شكلها وما هي المفردات التي تحكمها التعاوض العسكري بين الجانبين ما هي حدوده وما هي مجالاته العلاقات السياسية إلى أي مدى ستتوافق مصالحهم المشتركة وما هو الهامش المتاح لبغداد في حال تعرض المصالح مع واشنطن هذه لا سيلة وغيرها نناقشها في حلقة اليوم للبرنامج أجل مفتوحة أرحب بكم مشاهدي ومستمعي البي بي سي أنا طارق العاص وأرحب بضيوفي وهم من واشنطن الدكتور وليد فارس مستشار مجموعة نيابية لمكافحة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي والمحاضر في جامعة الدفاع الوطنية الأمريكية كما أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور غسان العطية مدير المحهد العراقي لتنمية والديمقراطية والأستاذ عبد المنعم الأعصم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العراقي لكن قبل أن نبدأ هذا الحواء نتابع معا هذا المقطع الذي يحكس جانبا من تصريحات كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي وبعض الأراء عن الوجود الأمريكي في العراق العراق الآن أصبح يعتمد كليا على أجهزته الأمنية في تثبيت الأمن الداخلي نتيجة الخبرة التي حصل عليها أثناء المواجهات والتدريب والتسليح والتجهيز لكنه يبقى بحاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الأمنية والمعلومات ومكافحة الإرهاب وفي مجال التدريب على الأسلحة وبالذات في مجال التسليح والتجهيز الذي يحتاجه الجيش العراقي أردنا نقشنا كيف سوف تساعد الولايات المتحدة على تدريب القوات العراقية ليس من خلال قوات عسكرية هذه الأيام قد ولت هذه المساعدة سوف تكون بطرق مختلفة ونحن اتفقنا على فتح قناة اتصال جديدة بين وكالات الأمن القومي في بلدين والعراق أيضا تعحد بأنه لن يتدخل في شؤون الدول الأخرى وفي نفس الوقت على دول الأخرى التي تتدخل في شؤون العراق أخرج أخرج يا محتل أخرج أخرج يا محتل لا كلا عمرينا ألا كلا عمرينا طبعا من دخل الأمريكي لأن البلد في حالة فوضى أمن ماكو فوضى دوار الدولة منهارة بلد تقريبا منهار الآن الحمدلله وشكور لا أبكد السلطان طبعا نظل الغزو الأمريكي لا يوجد شيء فقط الأذية والإرهاب وكل شيء نايد هذه الاتفاقية لأنه حتى يتم تجهيز القوة الأمنية بالأشلحة ويمكن حماية بلادنا والأرض طال قوات الأمريكية 15 ألف وبعدين هذه الاتفاقية فما يعني ما أعتبرها كشيء يعني إيجابي للشعب العراقي إذا نبدأ هذا الحوار من واشنطن مع الدكتور وليد فارس مستشارة المجموعة النيابية لمكافعة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي والمحاضر في جامعة الدفاع الوطني الأمريكي دكتور فارس أهلا بك برأيك اليوم أهمية العراق ما بعد انسحاب القوات الأمريكية في أجندة المصالح القومية أو الأمن القومي الأمريكي من يصيخ هذه الشراكة المستقبلية؟ من يؤثر ويوجه هذه الشراكة؟ يعني الحقيقة أنه الآن مرحلة جديدة لم تختبرها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل فهي ليست متواجدة أو محتلة عسكريا والحكومة الموجودة لديها علاقات بما فيها معاهدة مع واشنطن هذا أمر لم يكن في الماضي هناك عدة ملفات تهم الإدارة خاصة إدارة رئيس أوباما وبشكل عام الحكومة الأمريكية أولا مصالح الأمريكية المتبقية وهي قليلة ولكن من المهم حمايتها والدفاع عنها ووعد المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة مع العراق ثانيا الدور الذي سوف يقوم به العراق هذه الحكومة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإقليمي وأعتقد أن هناك فصلين أساسيين الأول هو الدور العراقي في إما أن يكون هناك حيادا إما أن يكون هناك غير حياد أو تدخلا في مسألة الوضع في سوريا ثانيا الدور العراقي المستقبلي فيما يتعلق بجزيرة العربية بشكل عام هذه الملفات أعتقد هي الأهم فيما يتعلق بموضوع الأمن القوم الأمريكي في العراق نعم أرحب الآن بضيفي من العاصمة العراقية بغداد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الشعوعي العراقي أهلا بك برأيك سيدي أفق العلاقة المرجوة ما بين الولايات المتحدة والعراق بماذا ترتبط من عوامل أولا نعم أولا الانسحاب وتطبيق الاتفاقية أنا أعتقد هذا مهمة مطروحة وأنجزت وأعتقد هناك شبه إجماع عراقي على أن تنجز النقطة الثانية أنه الآن ما سيقام العلاقة المرغوب من الجانب العراقي أن تقام على أساس التكافأ وأعتقد هذا ما شخصت به الإدارة الأمريكية ولكن من المعروف أيضا أنه هناك وزنين مختلفين للعراق والولايات المتحدة فهذا التكافأ لازم يكون شكليا يكون تكافأ فعلي بمعنى استقلالية القرار العراقي وبناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة ثلاثة طبعا هناك تحسس تحسس إذا الولايات المتحدة في بلادنا التاريخي في المنطقة هناك أيضا توجس كبير من الولايات المتحدة سياسة العراق في هذا الشأن لا شكية تتسب الدقة وتنطلق من مصالح عليا البلاد بمعنى أن العراق أعتقد وجهتها أن يبقى إمارة سياسة حيادية وتقائمة على احترام البلدان المجاورة كلهم وإقامة علاقات طيبة معهم جميعا بها وبالوقت نفسه مع الولايات المتحدة تبدو ظاهريا هذا العملية ربما صعبة ولكن أعتقد الاحتكام إلى المصالح العراقية الوطنية كفيل بإيجاد مثل هذا التوازن سواء في العلاقة مع إيران أم العلاقة مع الدول الجوار الأخرى وما قيل بشأن سوريا ويقال والتخوف بشأن سوريا أنا أعتقد أكون إجماع عراقي حتى بما فيه من قبل السلطة الحكومة أيضا أنه هو التضامن مع مطاليب الشعب السوري وطموحها في الخلاص من أي شكل من الأشكال حكم الاستبدادي حكم التسلطي حكم الحزب الواحد ولكن بالوقت نفسه هناك ثمة مخاوف أن يؤدي هذا ما يدور في سوريا إلى تعجيج النزاعات الطائثية وغيرها وتلقي بالعكاساتها وظلالها على العراق وهذا التخوف يبدو لي مشروع ضمن هذه المعادلة يمكن النظر إلى المواقف العراقية ضمن الطيف المختلف فهناك تحديات عديدة إذا خارجية وهناك تحدي داخلي طبعا نعم سأتي لموضوع التحدي التحدي الداخلي دكتور غسل عطية برأيك هل عراق قادر بقوى بكتله وبأطيافه أي أسس الاستقرار السياسي وأمني ما بعد الانسحاب الأمريكي هو مطلوب لشراكة قوية ومتيلة مع الولايات المتحدة الأمريكية الحديث عن موقف عراقي في تبسيط لأن في الواقع لم يعد هناك موقف عراقي هناك مواقف عراقية الطرف الكردي كان يرحب ويريد ويشجع بقاء قوات أمريكية في العراق منطلاقا من شعوره بأنه محاط بجيران نواياهم غير طيبة تجاههم الجانب العربي من العراقيين تغيرت الأدوار الرغم أن الاحتلال الأمريكي للعراق كان أساسي في فتح المجال للتيار الإسلامي الشيعي والكرد أن يتولى الحكم وبالبداية الولايات المتحدة اتخذ موقف سلبي من ما يسمى بالعرب السنة لكن وجدت الأوليات المتحدة فجأة أن القواعد التيار الإسلامي الشيعي هي أقرب إلى إيران وبالتالي بدأت تعدل من سياستها الأمريكية لحاول أن تكسب العرب السنة وإشراكهم بالعملية السياسية من هنا نجد أن هذه الأطراف الثلاثة المكونات فنجد أن الطرف السياسي الإسلامي الشيعي ملتزم بخروج الأمريكان ولا مجال لذلك الشارع اللي وصلهم للسلطة معبأ ضد الولايات المتحدة تعبئة عجيبة وهناك نظرية المؤامرة وكل شيء ما شاكلنا من أمريكا كما تسمع من كل تعليق الشيء الآخر لأمام تفسيره لأن بعض العراقين كان لهم توقعات كبيرة من أمريكان وبالتالي هم ضحية توقعاته من أمريكان على يد الأمريكان العراق شهد الفوضى حتى وصلنا للحرب أهلية وبوجود 150-160 ألف جندي أمريكي لم تمنع من انزلاقنا لحرب أهلية فالولايات المتحدة بتقديري بالنهاي قرار خروجها له اعتبارات أمريكية بالدرجة الأولى وليس عراقية أما الناحية الأخرى المهمة الآن التركيبة العراقية الحقيقة إذا خرجوا الأمريكان كلهم سيفسر الموقف من جاويته الحكومة ويسيطر عليها حزب الدعوة تحديدا وبرئاسة السيد المالكي هو يشعر بثقة كبيرة لأنه قادر أن يمسك الوضع الأمني خاصة وأن الذراع العسكري هو خاضع إلى الأكراد عندهم قواهم البشمرقة وقوة خفوة الطرف الذي يشعر أنه ربما يكون ضائع بكل عملية هي المحافظات العربية السنية التي تعرضت إلى اعتقالات بالمئات خلال الأسابيع الماضية وهذه الاعتقالات حقيقة خلقت جو من الرعب هذا الحالة كلها الخوف هو أن كل مكون مكونة عراقية يعتبر انتحاب الأمريكي هي ونتيجة الوهم بالقوة الوهم بالاقتدار بأنه قادر أن يفرض رأيها على الطرف الثاني وبالتالي ستكون لدينا مشاكل في كاركوك لدينا مشاكل في مناطق متنازع عليها في عدد من المحافظات الموجودة الأكراد وشركة أكس موبايل تنقب بمناطق تابعة للموصل وليس إلى كردستان المشاكل على خانقين المشاكل بين أمبار وكربلة هذه كلها ألغام ممكن تتفجر واقعنا الحالي الأمريكان ليس لهم قدر أن يحلوها هذا شأن عراقي أن يحل في هذا الإطار أستاذ عبد المنهم هل الحكومة العراقية بالقييدة نورو مالكي قادرة على تجاوز هذه الانقسامات أن تدفع بالمكونات العراقية نحو الاندماج لا نبالغ بالأمر إذا قلنا أن الحكومة قادرة على أن تمسك معادلة الصراعات الجانبية في المجتمع العراقي وفي الأوراق الملتهبة كما تحدث عنها الدكتور غسان ولكن هذه الحكومة القائمة الآن لديها تأثير في هذه المعادلات وهناك عناصر أخرى خارج هذه الحكومة هناك الوضع الإقليمي الدول المجاورة كلها لديها تأثيرات في هذا التوازن الأمني القائم في العراق ولكن ينبغي القول أن انسحاب القوات الأمريكية أتاح فرصة للحكومة أن تختبر قواها وأن تختبر أدواتها التي طالما تحدثت عن أنها قادرة وعن أنها ستتغلب على بؤر التوتر ما إذا حدثت وأنا لربما أشك في هذه القدرة إذا ما يعني واجهت تحديات الخارج تحديات الدول المجاورة وبخاصة ما نتابعه في الحدث السوري الحدث السوري تطوراته سيلعب دور كبير جدا في مصائر حتى مصائر النظام السياسي في العراق بما فيه القضايا الأمنية والاقتصالية دكتور وليد هناك التزام بالأمس كان هناك تبعاد المؤتمر الصحفي التزام أمريكي واضع بالدفاع عن الحلفاء في الشرق الأوسط حدود التدخل العسكري في العراق في المستقبل المالكي يؤكد أن الأمن الداخلي هناك اعتماد كامل على القوات العراقية لكن هناك حاجة في ظل تهديدات خارجية ربما محتملة والأوضاع في سوريا تنظر بتدعيات كبيرة على المنطقة سيدي أنا أعتقد أن رئيس الظراء العراقي فعلا يتكلم عن حاجة القوات العسكرية العراقية للتدريب والتسلح وكسب أكبر قدرة ممكنة من التكنولوجيا الأمريكية حتى يتمكن العراق أن يعود إلى مستوى الأمن القومي الذاتي يعني ما هو موجود اليوم دون طيران فعلي دون بحرية دون هذه الأسلحة الاستراتيجية التي تحمي الحدود وتمكن الحكومة من السيطرة على وضع الداخلي هذا لم يصل إليه العراق ما قد توصل إليه هو الحفاظ على الأمن الداخلي مع وجود قوة دعم استراتيجية هي التحالف والأمريكيين اليوم الولايات المتحدة انسحبت أو تنسحب نهائيا إذن التحدي هو على جزئين الجزء الأول قدرت هذه الحكومة بقوها المسلحة كما هي عليه بالوضع السياسي كما هو عليه بالأزمات التي تكلم عنها الضيوف الكرام هل هي قادرة على ضبط هذا الوضع سوف نراه في الأسبوع ربما من الأشهر القادمة ولكن هناك مستوى آخر وهو التحديات الإقليمية يعني العراق ليس جزيرة كما قال الضيوف هناك أولا الوضع في سوريا وهذا الوضع في سوريا ليس فقط أنه موقف العراق منه هو موقف إيران منه وهل سوف تعتبر إيران العراق جسرا جيو سياسيا للتوصل إلى دعم حلفائها في سوريا وهل ستقوم الحكومة العراقية بمنع هذا التدخل بالعمل دبلوماسيا لحده يعني الوضع أمام هذه الحكومة الصعب وصعب جدا في الأشهر القادمة كيف سيجري دكتور فارس التغلب عن الموضوع الحصانة موضوع الملاحظ القضائي نعرف أن هناك تعاون سيكون هناك وثيق في المجال الأمني في المجال المعلومات مكافحة الإرهاب في موضوع الحصانة كيف يمكن أن تبرم الولايات المتحدة عقود تسلح مع الجانب العراقي دون إمكانية التدريب هل سيرسل إلى الخارج هل سترفع هذه المهمة أو تنتقل إلى الخارج لتجاوز موضوع الحصانة يعني الكل هو في موضوع الحصانة يتعلق بالنواية إذا كانت السلطة العراقية لها نواية استراتيجية في التحالف والتعاون الإيجابي ليس فقط استفادة من التكنولوجيا مع الطرف الأمريكي هي قادرة على استحصال من البرلمان أو بوسائل أخرى لآليات لحماية هذه الحصانة أما بعزل القوى الأمريكية التي تدرب بأماكن معينة أو إرسال العسكر أو الضباط أو الكادر العراقي إلى أماكن أخرى يعني تقنيا يمكن معالجتها ولكن إذا كانت هناك نواية ليس فقط من الحكومة ولكن من أطراف داخلية أن تجر إلى مشاكل تؤدي إلى فتح باب الحصانة للأطراف على الأرض عندها تصبح المسألة أصعب وأشير إلى شيء هنا سريع ليس هناك وحدة في الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية من موضوع التعاون الاستراتيجي مع العراق إدارة الرئيس أوباما تريد أن تستمر بهذا الموضوع ولكن هناك معارضة في الكونغرس ومن الحزبين وهنا في الولايات المتحدة الأمريكية هذه سنة انتخابية بامتياز أي حادث يعني غير اعتيادي يقع في العراق على هذه القوات هذه السنة سوف تحمل مسؤوليته للرئيس أوباما لذلك هو دقيق جدا في التعاطي مع هذا الملأة سيد رائد ضيفي من المغداد في ظل عدم الاتفاق على موضوع الحصانة لقواتنا أمريكية في مجال أتاتري والتعاون أمني برأيك من يقوم الآن بتأمين المنافذ الحدودية المجالين الجوي والمحري للعراق كيف سيتتعامل حكومة العراقية مع هذا الملف واليوم القوات الأمريكية تغادر العراق نعم هو مشخص الحقيقة أن هناك عند العراق ضعف في مجال الجوي وفي الجانب استخباري وربما هذا سينعكس في صعوبته في مواجهة مهمات السيطرة على المنافذ ومراقبته وأعتقد بالنهاية سيتم إلى إجراءات مركبة من ناحية تطوير إمكانيات ذاتية للعراق وبالتعاون مع مختلف الدول سواء ولاية المتحدة أم من البلدان الأوروبية الأخرى بهذا الشيء أو بالجانب آخر ربما يصير في الأشكال تعاون أخرى مباشرة مباشرة مع أربعون والولايات المتحدة أو معاجهات معينة في مجال توفيرها هذا الغطاء الجوي أو هذا النقص الذي عيش العراق بالنتيجة لا يمكن أن يبقى العراق مكشوفا في هذه الميادين ولكن أنا أعتقد التحدي الأكبر أمام العراق هو ليس هذا الجانب الأمني والعسكري على هميته التحدي الأكبر هو حفظ التماسك في الجبهة الداخلية وقدرتها على إدارة هذه اللوحة المعقدة التي تفضل الضيوف الآخرين أيضا حقا بتوضيحها هي لوحة معقدة من حيث التباينات الموجودة بين القوى المختلفة وإحتمالات التدخلات الخارجية في شأن العراقي عدم الثقة الموجودة المحاولات التعامل مع عدم الثقة ربما بإجراءات من طرف واحد هذه العملية تحتاج من الإدارة الحكومية العراقية ومن الإدارة الحالية حكومة العراقية أن تنتبه لانتباه شديدا وتعمل بالخطوات اللازمة للتحقيق هذه وحدة الموقف وهو تحدي لا يزال أمامها باعتبار أن الوضع الحالي علاقات ما بين القوى السياسية ربما تتسب بكثير من عدم الثقة مما يعقد الصورة دكتور وليد يعلم أن هناك التزام لديك سؤالي كيف هناك من يخشى أن تتحول عراق بعد انسحاب القوات الأمريكية إلى مساحة نفوذ واسعة لإيران في غياب التأثير والنفوذ الأمريكي كيف يمكن أن تنظر واشنطن إلى هذا القلق أو هل يقلقها هذا النفوذ المحتمل لإيران في المستقبل دون شك هذا هو بيت القصيد ربما غير المعلن في المؤدمر الصحفي لرئيس أوباما في إطار ديبلوماسي مع رئيس الوزراء العراقي ولكن الكلام هنا في واشنطن كما تعلمون هو على هذا الموضوع أكان في الإدارة أم في الكونغرس أو وزارة الدفاع أو حتى في الإعلام التحدي الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس الحكومة العراقية في ضبطها للوضع القومي الداخل العراقي لأن هذه مسألة أساسا سياسية وسوف تستمر مع أو دون الولايات المتحدة الأمريكية تعايش بين العرب والأكراد بين الشيعة والسنة الأقليات ومستقبلها كل هذه الأمور يعني العراق بلد متعدد وسوف يجد طريقه لحلها المسألة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي فعلا إقليمية هي الأمن القومي الخارج للعراق يعني وبكل بساطة السؤال هنا هل سوف تقوم الحكومة العراقية بالقبول بالمطالب الإيرانية الآتية نحن لا نقول أنها موجودة الآن ولكن المطالب الإيرانية الآتية أي أن يتحول العراق إلى شريق إلى حليف للنظام الإيراني في المنطقة ككل في الوصول جغرافيا إلى سوريا إلى حزب الله أو وضع ضغط على الجزيرة هذه هي سلة الضغطات التي تقلق واشنطن إذا تمكنت الحكومة العراقية من أن تلعب دورا محايدا على الأقل لا نقول حليفة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه الملفات ولكن محايدا هذا أعتقد سوف يكون إيجابي الولايات المتحدة الأمريكية وسترد بدعمها اللوجستي أما إذا تغيرت الأمور فسوف تتغير السياسة الأمريكية دون شك نبسون وليد فارس مستشارة المجموعة نيابية لمكافعة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي وأستاذ في جامعة الدفاع الوطني أشكرك على هذه المشاركة دكتور غسل هل تعتقد أن إيران ما بعد الانسحاب الأرمكي أين ستحاول التأثير وحدود وقدرة الصد العراقي برأيك؟ حقيقة هذا موضوع أساسي لكن المشكلة ليس قرار عراقي القرار الأمريكي في موضوع معالجة الشأن الأمريكي مر بمراحل واضحة في البداية استخدمت النظام السابق نظام صدام حسين كرادع لإيران وشجعت العراق بالحرب ودعمت العراق في محاربة ثمان سنوات إيران فبالتالي كما قال كيسينجر لما سئل ما رأيك بالحرب العراقية الإيرانية قال المؤسب أنها يجب أن تنتهي في يوم من الأيام والآن بعد ما فشل النظام السابق في هذا الموضوع الآن الولايات المتحدة تفتش عن من يحمي مصالحها فجاءت بالعراق بـ 170 ألف جندي وقواتها البحرية وقواعدها ونسمعها اليوم تخشى من إيران هذا الحقيقة والآن تسعى أن تظهر وكأن العراق لازم أن يقوم بدور لحماية مصالح أمريكا هذه النظرة حقيقة نظرة أحادية أنانية ماعد العراقي يقبلها العراقي يقول أنا أين مصلحتي فالعراقي بهذا معنى يقول لكن هل يعبر عن هذه العراق عن مصلحتي هل يظهر ويقول أول جواب الآن الآن حصل عندنا لانقسام المكونات العراقية طائفيا واثنيا وقوة الاعتدال العراقية بدتها تضعف والقوة الموحدة اللي ممكن نسميها قوة مدنية لبرالية يسارية لا تزال ضعيفة أمامها التطرف الأثني والطائفي غياب هذه القوة جعل هل مكونات هل مكونات في صراعها مع بعض البعض تستجدي الدعم من الخارج فنجد البعض بالذات من أبناء الشيعة يتجه إيران طلبا الدعم والآن طرف من المحاوضة السنية العربية علنا يتجه إلى تركيا إلى بعض الدور للدعم وبالتالي أصبح كثير عدنا من العراقيين من مختلف طوائف عن قناعة أو عن ضرورة أنه وكلاء لطواء قوة خارج العراق هذه الوصفة تجعل الإيران لاعب أساسي في الساحة العراقية ما لم يظهر تيار عراقي يقدر يسترجع عراقيته وقدر أن يلملم صفوفه ويظهر ويشد الناس إلى أنا أعتقد لها عملية صعبة إلا أن شيء واحد يجب أن أقوله بإيجابية أن رئيس الوزراء الحالي نوريل مالكي هو رئيس أثبت أنه حاول جهده أن يكون على مسافة واحدة بين إيران وأمريكا فهو حاول أن يكون متوازن بمعنى لا يحسب على أمريكا وإذا شفنا زيارة هذه إلى أمريكا الآن بزيارة رؤساء الوزراء السابقين لأمريكا نجد الفرق الشاسع هنا نجد لأول ما الرئيس وزراء عراقي واثق من نفسه يعلن أن اختلافه والرئيس أوباما يقول لي اختلافات تكتيكية مع العراقيين هذا بادر إيجابية بنفس الوقت السيد المالكي لم يعطي الجانب الأمريكي أي انطباع أو أي شيء أنه سيكون ضد إيران أو ضد موضوع الوضع السوري بل أكد أنا عراقي وعندي مشكلة عراقية السؤال هل قادر المالكي أن ينزع عنا عباء الحزبية وينزع عنا العباء الشيعية ليلبس العباء العراقية ويضم بصفوفه الشيعة والسنة على الأقل دعك عن الكرد وبالتالي يكون عنصر توحيد العراق هذا هو التحدي الكبير إلى وإن العراقيين مستعدين لذلك وحتكلم من خبر مباشرة قبل تنسى اعتشر في بغداد كانت هناك محاولة تقريب بين الاعتدال الشيعي والسني متمثل بالمالكي من جهة ومتمثل بالمحافظات الموصل وصلاح الدين مع الأسف بالأسبوع الماضي وأنا في بغداد وجدت أن الفجوة بين الاثنين زادت وبالتالي المخاوف أكثر منها المنطلق اللي أقوله من يريد أن لا يكون نفوذي إيران قوي على العراق عليه أن يعيد اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية إذا أمريكا تلعب ورقة اليوم تدعم السنة ضد الشيعة وغدا تدعم الشيعة ضد السنة أو العرب يجعل نفس الشيء فمعنات إيران هي المستفيدة نعم مشاهدين فاصل قصير ونواصل بعض الحوار في حلقة اليوم من برنامج أجندة مفتوحة كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي اطلع على أحداث عنوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت موقعنا على هاتفك بي بي سي أرابيك دوت كوم سلاش موبايل نرحب بكم مشددا مشاهدي ومستمعي البي بي سي في حلقة اليوم من برنامج أجندة مفتوحة أستاذ عبد المنعم الأعصم النفوذ الإيراني يتوقع له أن يمتد لمساحات واسعة ومناطق نفوذ في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية هل تعتقد أن نور المالكي استطيع أن يستمر في مسك العصة من الوسط الحفاظ على التوازن الدقيق أم أن التأثير الإيراني هنا سيتعظم عبر قوة وكتل سياسية واتهامات أيضا للجانب الإيراني بدعم ميليشيات داخل العراق نعم أنا أميل إلى الاعتقاد إلى أن هناك مبالغة وتضخيم في الخطر الإيراني وفي التبدد الإيراني وفي المشروع الإيراني في العراق لا أقول أن مثل هذا النفوذ لا وجود له ولكني أعتقد أن هناك نفخ كثير في هذا النفوذ والوجود الإيراني في العراق أشير بذلك إلى مؤخرا موضوع محاولة اختيال السفير السعودي في نيويورك وكيف حولت القضية إلى إيران وتحويلها إلى مجلس الأمن وغيرها يعني هناك عقيدة سياسية أمريكية في المنطقة أن ينبغي تحشيد كل العناصر الأمنية والسياسية في المنطقة ضد إيران للحيلولة دون أن تتمدل ودون أن تلعب دور في هذه هذا من جانب من جانب آخر فيما يتعلق بالحكومة العراقية الحكومة العراقية صحيح هناك مركز متحكم فيها وهو معسكر أو كابينة المالكي ولكن تبقى هذه الحكومة تتكون من خيارات وإرادات عديدة هذه الإرادات منها ما يعارض الوجود الإيراني بشكل سافر ومنها ما هو مقتنع بوجاهة العلاقات التاريخية بين العراق وإيران نحن نجد الأخطر حلقة في العلاقات العراقية الإيرانية وهي ما يتعلق بتسليح بعض الميليشيات المحسوبة على إيران وهي ميليشيات معروفة طائفيا يعني تتبع أتباع المذهب الشيعي وأظن أن ما يقال عن أن إيران تدعم أيضا الجماعات المسلحة الأخرى السنية وتزودها بالسلاح أيضا هذا له الكثير من الروايات والكثير من الحديث ولكنه يبقى اتهام ضعيف في هذا الجانب أظن أن المالكي يدخل اختبار القوة واختبار الأهلية واختبار الحفاظ على المصير السياسي لمشروع حزب الدعوة يقوم هذا الاختبار على موقفه من النفوذ الإيراني وكيف سيتعامل معه في المرحلة المقبلة سيد رهد فامي هل توافق بأن تعظيم النفوذ الإيراني في العراق هو مبالغ فيه لا يحكس كل هذه الضجلة التي تثار أو المخاوف على أمريكية من نفوذ ومن مساحات سوف يسعى الجانب الإيراني إلى ملئها عند مغادرة آخر جندي أمريكي الأراضي العراقية نعم هناك درجة من المبالغة في هذا الموضوع الحكومة العراقية والطرف العراقي سنقول على مدى سنوات أخيرة أثبت في أكثر من مناسبة وموقف أنه له استقلالية غير قليلة في الموقف حتى عن الموقف الإيراني بما فيها العزاب الإسلامية العراقية الإسلامية الشيعية العراقية فلاحظنا في كثير من الأمور هلها موقف متميز عن إيران خاصة في ميدان علاقة مع الولايات المتحدة هذا حيث هناك كان صراع كبير بين علاقات متوترة بين إيران والولايات المتحدة في حيث كان العراق تحت قيادة أحزاب إسلامية شيعية وحزب الدعوة بشكل خاص كان لهم علاقة متوازنة مع الطرفين فنعم أكو هامش كبيئة هامش غير قليل وبالنسبة للموقف الإيراني المستقل وأنا أعتقد أن قدرة الإيراني ستزداد مع الانسحاب الأمريكي بالقدرة السياسية والذرائع التي قد كانت تستخدم للتدخل في الشيء العراقي خاصة من الطرف سواء إيران وغير إيران الآن تقلصت سابقا كان يدعون أن هناك الوجود الأمريكي هدد منهم الوطني القومي وما إلى ذلك الآن لم يعد هناك مبررا مثل هذا ليسوق التدخلات المباشرة بس هذا كل الحقيقة نعيفة أكد أن العراق يمتلك الإمكانية أن يمارس سياسة مستقلة تحفظ حقوقها لكن شريطة أن يقدم إجابات فعالة للانقسامات الموجودة حاليا داخل الصف الوطني العراقي وأشيرت هذه القسامات القسامات اليوم بعضها يأخذ طابع شوية يتعقد يتجسد في مطالبات بالأقاليم يتجسد في العلاقات غير جيدة بين الأحزاب المختلفة يتجسد أيضا في ربما نزع لإيجاد ميليشيات معينة من المختلفة وكناك خشية من فراغ أمني أو فراغ سياسي أي طرف يحاول يشغله هذه الأمور والهواجس مربوطة بقدرة الحكومة إلى أن تعدل لكن سيد رائد هل هناك إدراك وواعي بخطورة هذه التحديات التي تواجه الحكومة العراقية وهل هناك من سنوريوهات تطرح لكيفية التصدي لهذه التحديات في العراق ما بعد انسحاب الأمريكي نعم هل هناك إدراك كافي مع الأسف أقول الإدراك ربما ليس كافيا لدى الجميع هناك درجة من الإدراك انعكست في تعبير في تعبيرات القلق التي بدأنا نسمعها من جميع الأطراف العراقية الحقيقة وتيحت لنا على مدى الأسابيع القليلة الماضية الاستماع إلى توصيف للوضع وتحليل الوضع من سائر القوى السياسية وجميعها أجمعت على أن الوضع بدقة وينطوي على مخاطر ومحاذير واستحقاقات كبيرة خاصة في ضوء مع الانسحاب الأمريكي والتطورات بالمنطقة والتوترات الداخلية والكل يشعر بهذا القلق والكل يشعر بالضرورة لقيام بمبادرات ما لمجل صورة الثقة والإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس سليمة واضحة وتقديم معالجات المشاكل العالقة ربما الآن الحكومة عليها الآن أن تبادر أن تلتفت إلى هذا الجانب بشكل جدي أكبر وأن تخوض هذه الحوارات وأن تعالج مشكلة المركزية واللا مركزية سواء في مسألة الأقالي من ناحية إشباع قضية اللا مركزية بالوقت نفسه الآن التأمين احترام الدستور وحاولت أن تحلل مشاكل عبر الحوار وليس عبر المواقف المتشنجة من هذا الطرف أو ذاك وكذلك حفاظ على سياسة المتوازنة خارجية وخصوصا طبعا الاهتمام بالشأن الداخلي وحسن استخدام الموارد المالية والتوجه إلى تقديم خدمات أفضل باعتبارها هذا تأمن حقيقة الرضا الشعبي لليوم لحد الآن يشعر أنه في كثير من الأمور لم تلبى المصالحة هناك نقص كبير في الخدمات في أوضاع الاقتصادية في أوضاع الاجتماعية فهذه المنظومة المعقدة من تحديات اقتصادية تحديات سياسية تحديات ديبلوماسية تحديات في بناء الدولة وبناء على سستنيمة مواطنة بعيدا عن بعيدا عن المحاصصات التي الآن تعيق حقيقة أداء الدولة ولاحظنا الفشل إلى حد الآن في كثير من المشاريع الاقتصادية فإذا لم يصار إلى التقدير دقيق وصحيح إلى هذه المشاكل فأنا أخشى أن الأزمة تتوالد وتكبر وهناك تحديات خطيرة على استقرار البلد دكتور رسالي أنا الملاحظ من هذا الحوار أن هناك التحديات أكثر منها داخلية تتعلق بالمكونات تتعلق بإدارة الدولة تتعلق بمشروع متكامل للدولة العراقية الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة العراقية برأيك أم في المكونات شعب العراقي في القوة والتكتلات والمخاوف من القسامات وضعت إيدك على النقطة الجوهرية المشكلة ومشكلتنا نحن العراقيين العراقي هو اللي يفتح أبوابه للدول الإقليم أو لغير الإقليم الآن نحن نقول ننصح الآخرين أن لا تصبحوا للتدخل اللجنبي وغير أشياء النقطة اللي ذنبينها الآن ما لم يبدي مسعى حقيقي لعادة اللحمة الوطنية صعب لكن المشكلة أطراف إقليمية ليس لها نظر لها مصلحة بهذا الشيء فدعنا نقولها بكل صراحة إن اقتنعت أطراف عربية وتركيا بأن أطراف عربية مثلا الخليجية السعودية السعودية وقطر إن اقتنعت إن هذا العراق حتى نمنع من إيران والخليج عنده مشكلة من إيران كبيرة اقتنعوا إن بالنهاية القريقة الوحيدة لا أمل أن نكسب الشيعة بالعراق والشيعة سيكون تحت تأثير إيران فعلينا أن نشجع قيام أقليم سني ولا أتحدث هذا من كأوهام هناك حقائق تدعم هذا الشيء إذا دعموا فكرة أقليم سني ودعموها مالا وسياسة وربما حتى سلاحا فمعناها نحن مقبلين على ورطة كبيرة الشيء الثاني الدستور الذي كان مفروض لحي المشاكل هو صال المشكلة فالدستور كل عيوب كل ألغام وكل طرف منها أطراف يلتقي وينتقي من الدستور ما يناسبه ويترك الحقوق والواجبات الأخرى على هذا الضوء الآن السؤال اللي يتحدى الأساسي ما هي الصيغة للعيش المشترك بين العراقيين لا زواج بالقوة ما هي الصيغة حاولنا مع الأكراد نفرض عليهم العيش المشترك بالنهاية بعد ستة ثمانين سنة خرجوا ولا بل خرجوا أكثر مما أحد يتوقع الآن بين عرب العراق إن لم تجي الصيغة للعيش المشترك سننتهي بواقع مرير جدا والانزلاق بين العملية الطائفية حقيقة لا تعود فقط لأخطاء ونعم هناك أخطاء وتتعمل الأخطاء الحكومة إلى حد جدا كبير الحكومة تبرر تقول أن وزراء من محافظة سنة مشاركين وبين الوزارة ولهم كل شيء لكن تأتي إلى محافظات العراق السنة يقول نحن مهمشين المشكلة ما هو إحساسهم إحساسهم الطائف محرومين منها يطالبهم هل هذا صح أم غلط هذا مو مهم المهم شعورهم هذا شعورهم لابد من خطوات اتلم الشمل من جملة الخطوات الانجابية اللي حسنا فعلة والسيد مقدد الصدر اللي كان منتخذ مواقف متطرفة تقليديا اتخذ موقف أقرب إلى الوسط لما أعلن عن ميثاق شرف للتعاون السلمي والحواري بين العراقيين هذه دلالة نضج سياسي وهو أقدر على التأثير على الشارع الشيعي من العلمانيين أو اليساريين أو القومين أو غير ذلك هذا الموقف يجب أن يقابل مواقف أخرى لكي نعيد اللم الشمل لكن إذا كان هذا الموقف صدر من تيار صدري ما الذي يمنع أن يصدر هناك مواقف أخرى هل مهمة أستاذ عبد المرون البحث عن صيغ للعيش المشترك في العراق ما بعد انسحاب العراقية وهذا القلق من المكون الداخلي ومخاطر القسام مهمة صعبة أم عسيرة أم سهلة أنا أظن أن مهمة يعني مهمة عسيرة وصعبة ومعقدة أيضا ذلك لأنه ليس فقط هي هذه المكونات تخضع لقيادات محددة وواحدة كل كيان هو منقسم على نفسه وكل قيان كل كيان متشضي إلى كيانات صغيرة وإلى إرادات وإلى مصالح وزعامات هذه هي المشكلة ليست هناك مراجع محددة لكل كيان هناك الشيعة موزعين على أحزاب السنة موزعين على زعامات ومناطق الأكراد أيضا لديهم مشاكل وكما هو معروف أيضا هناك صياغة القرار الكردي معقدة وفيها الكثير من المشاكل إذن مسألة التوصل إلى صيغة متكاملة سحرية تعيد تصحيح العلاقة بين المكونات أنا أظن أنها مستبعدة الآن في هذا الوقت إلا إذا كنا نتمنى نعم نتمنى أن تكون هذه الصيغة متاحة ولكن للمحلل الواقع في عمق الأزمة السياسية والاجتماعية العراقية سيجد أن هناك تناقضات وهناك تناحرات كثيرة لربما لربما من الآن حتى الانتخابات تستمر هذه الحالة على ما هي عليه لربما تحدث إمكانيات نوع من تصحيح هذه المعادلة عشية الانتخابات المقبلة نحتاج إلى سنتين من العيش خارج الضغط الأمريكي خارج الوجود الأمريكي لربما أن تظهر قيادات شابة جديدة غير هذه القيادات أنا في حقيقة الأمر لست متفائلا من أن القيادات السياسية التقليدية قادرة على أن تنقل العراق إلى مسار آخر إلى مسار أكثر إيجابي ومنتج سيد رائد هل لديك هذا الشهور بعدم التفاؤل غياب الآن الجانب الأمريكي الضغط الأمريكي عن العراق والمسحى العراقي لمسك العصى من الوسط ضبط الإقاع في المنطقة بعد هذا التأثير أو النفوذ الدول الجوار هل تشاطر هذا الشعور أم أنت متشائم ربما لا هو أشوف التشاؤم ما يرسم سياسة مع الأسف يعني يعني الآن نحن نقول نعم اللوحة التي رسمت بتعقيداتها هي صحيحة اللوحة معقدة متشابكة متداخلة المؤثرات الداخلية والخارجة عديدة للقسامات واسعة وهناك من يدعى يقوم بتوسيع شقة الخلاف ولكن مع ذلك أقول هل هناك إمكانية لإيجاد حلول تدريجية ما أقول حل سحري فوري لكل هذه المشاكل أنا أعتقد نعم وإلا ما جد والسياسة إذا كان لا نجد حلولا لكن هذه مرهونة بمبادرات وبمواقف لا شك المهمة المسؤولية الأكبر على تغلعات السلطة والحق ماسكين بالسلطة وبالدولة اليوم أكو شعور بالقلق عام هذا بحد ذاته ممكن أن يأسس لخطوات عملية لتجاوز هذا هذا التمزق نعم هناك من ربما مصالح الخاصة الفئوية الذاتية قد لا تجعل يندفع ولكن هناك ضغط أوسع يدعو إلى أن نقوم بحوارات واتصالات ومشاورات لينضاج حلول وإيجاد مخارج الأزمة وما ترى إشارة إلى من مقترح المشروع الذي قدمه السيد المقتضى الصدر وهناك دعوات من قبل رئيس الجمهورية وهناك دعوات من قبل الأحزاب من ضمنها الأحزاب العزب الشعي قدم وهناك مشروع لطاولة مستديرة من سماعة السيد الحكيم فتلاحظون أن أجهات مختلفة تطرح مبادرات بنفس الروحية بمعنى ضرورة الالتقاء والتشاور لإيجاد مخارج لإيجاد حلول هذه العملية بحيث تتحمل علاقة عنصر بصيص أمل لأجل نخرج إذا هذه محكومة بعنصر الزمن ينبغي أن لا يصير تسويفي لها العملية ينبغي أن يصار إلى خطوات عملية وأنا مستشعر أن هذا الشعور بهمية عامل الزمن الآن من أكثر من طرف وأنا أعتقد الحكومة والقائمين على الحكومة والأحزاب النافذة ينبغي أن تتجاوب مع هذه الدعوة وأن تسهم بها لأجل أن يكون الخروج من أزمة شأن الجميع ومساهمة الجميع ومن لا يجد له حصة في الوضع ومن يشعر له وهو مهمش لا شك سيكون موقف سلبي فهذا الشعور ونتفق مع تفضل بالدكتور غسان أن الشعور بالتهميش وينبغي معالجته سواء هذا صحيح وغير صحيح لكن ينبغي التصدي وانا أعتقد في الحوار من الأطراف فهناك عصة ممدودة من الجميع ينبغي الأخذ بها وشروع بأجل أن نتداول في أولوياتنا وفي كيفية وضع أساس لمعالجة المشاكل العالقة تدريجيا وبلورة رؤى موحدة ومشاركة على أقل على المدى المتوسط لأجل أن ننهض ونسير بسفينة العراق إلى شاطئ الأمان سيد عبد المرام من بين التحديات أيضا ويتحدث كثيرة داخلية ينظر الآن إلى العنف كيف سيعبر عن نفسه بعد انسحاب القوات الأمريكية هذا المشروع كيف سيتفاعل في العراق نعم إذا ما يعني عدنا إلى بداية الاحتلال ودخول القوات الأجنبية فسنجد أن العنف انطلق تحت شعارات مقاومة القوات الأجنبية هذه ما تسمى بالمقاومة واتطور إلى مجابهات أمنية واسعة فقد العراقيين من بين الأمنين في الحد المتاح من الأرقام ما يزيد على أكثر من 150 ألف مدني سقط بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف جندي وعسكري سقطوا في هذه بالإضافة إلى المسلحين أنفسهم من بين العراقين الذين أيضا حسب الأرقام 19 ألف كل هذه تركت بصمات في الوضع الاجتماعي بصمات عميقة فيها خوف وفيها كراهيات وفيها دعوات انتقام وغيرها هل يمكن القول أن بانسحاب القوات الأمريكية أننا سندخل حالة من الاسترخاء الأمني أم أن هناك يعني هذه النظرة فيها أيضا فيها تفاؤل وفيها نوع من التعدي على حقائق الأشياء حقائق الأشياء تقول أن دورة العنف ستستمر إلى فترة طويلة لأن الكثير من أسباب هذه الأعمال العنفية هي لا تزال قائمة لا تزال هناك علة لا تزال هناك أنانية سياسية في الطبق السياسي المتنفذ لا تزال هناك رغبة بتهميش هذه الجهة أو تلك لا تزال هناك شرائح تعتقد أن السلطة فقدتها فقدت السلطة وتريد أن تستحوذ عليها لا تزال هناك بعض القوى السياسية المسلحة وغير المسلحة تؤمن بأسلوب التآمر وأسلوب العنف واستخدام السلاح لتغيير الأوضاع بالقوة كل هذه موجودة على خارطة على سطح الأحداث العراقية وأنا أظن أنها ستستمر فترة مرة أخرى يتوقف على الإداءة الحكومة هل أن الحكومة ستسلق طريقا بناءا فيه نوع من الحلول التي تقصر فترة العنف وتحاول أن تضيقها في أقل دكتور غسان بعد نحو تسع سنوات ماذا تترك الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بعد انسحابها آخر جندي بعد انسحابها العسكري من هناك من أيها هي تقول أنها تخرج وهي مرفوعة الرأس قال مرفوعة الرأس بس لم يكن خارجنا منتصرين والمفارقة التي تسمعها أن بغداد والحكومة اعتبرت يوم الخروج الأمريكان يوم الوفاء أي أن السيد نور المالكي أوفى بالتزام بخروج القوات العراقية وكذلك الرئيس أوباما يقول لقواعده أن أنا أوفيت بالتزامي بأني أسحب الآخر جندي من العراق خاصة وأن أكثر من 56% بآخر استطلاع للرأي العام في أمريكا أن 56% من الرأي العام الأمريكي مع انسحاب الأمريكان من العراق فهو بهالمعنى كما يقال وضع الوجه المناسب على حقيقة مرة وقاسية الأمريكان صرفوا ما يزيد عن 2000 مليار دولار قتل منهم ما يقرب 5000 أكثر من 40 ألف جريح ونزفت الولايات المتحدة دما ومالا ما الذي حصلت عليه بعض اللي يؤمنوا بالمؤامرات يقول أن هدمت العراق فهذا تبسيط للأمر كذلك نحن العراقيين كنا نشكو من ديكتاتوريا بغيضة إذا الأمريكان ساعدت وساعدت العراقيين وساعدت تنصيب نوع معين من العراقيين ولكن الحصل أن من استلم الحكومة من العراقيين لم يكن هو ديمقراطي لم يكن هو مؤمن بالآخر وإنما كانت انطلاقات طائفية وأثنية وإذا بنا نفشل البلد هذه المحصلة كلها البلد بغياب ديمقراطيين لا ديمقراطية بغياب المواطنة لا حديث عن الديمقراطية لما نتكلم كعشيرك وقبيلة وكطائفة هذه أغحوكة ما موجود في العراق اليوم توافق هذا التوافق قابل للتغير بين يوم وآخر اعتمادا على القوة لأملكها أو ما ترضينا أو ما أرضيك هذا التوافق سيعرضنا إلى مشاكل كبيرة ومن هذا أقول أمريكا تضع وجه إيجابي على الخروج لكن الأطراف الأمريكية الأخرى تعتبر تجربة بالعراق فاشلة وللمناسبة أمريكا احتلت بتاريخها في منطعش دولة باستثناء دولتين أو ثلاثة كانت تجربة لا بأس بها بالذات اليابان وألمانيا البقية كانت فاشلة نموذج الفليبين نموذج صارخ بالفشل للأمريكان دعكة عن فيتنام وغيرها من هذا كلها تجربة مريرة للأمريكان تجربة مريرائنا وحقيقة العراق إذا ليدي يلوم أحد يلوم النخب السياسية التي لم تحسن استفادة من الفرصة أن تبني عراق واليوم الما مقصود في العراق هو الاقتصاد السياسين مجغولين في التآمر ضد بعضهم البعض السياسين مجغولين في جمع المال لكي يحاربوا بعضهم البعض وبالتالي باب الفساد مفتوح وعليه نجد الآن الوضع العراقي وضع صعب وساعد أبناء العراق وكان الله بعونهم سادراء ضيفة من بغنال هل ترى إرثا ربما إيجابيا سيتركه الوجود العسكري أو ستتركه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ربما هو الجانب الإيجابي أنها ساعدت في إزاحة دكتاتورية مقيتة استبدادية مع ذلك مع الأسف أنها لم تساهم في تكريس هوية وطنية جامعة بالعكس مع الأسف شجعت على تكريس الهويات الفرعية والقسامات لا أقول أن المسؤولية كلية هي تتحمل ولا شك أن الأطراف العراقية لا أيضا تتحمل مسؤوليتها اثنيا البناء مؤسسات الدولة لهذه قضية مستقبلية أيضا اليوم قامت على أسس المحاصصة واليوم الآن بناء معوج الآن دنواجه مشاكل وتجلياته في مستوى فساد كبير وفي ضعف الأداء أيضا ربما كان يمكن أن يبدأ جهد آخر وثلاثة طبعا الآن العراق الان دي دي حيواجه هذه التحديات ربما وهو أكثر انقساما الآن هل هذا كلها تتحمل الولايات المتحدة لا شك موكلها ولكن أكيد التاريخ سينطيق قول الفصل فيما إذا كان الحرب والخيار لتخطة الولايات المتحدة هو كان أفضل السبل وفيما كان الثمن يتحمل العراقيين سواء من خلال التضحيات أو في خلال عملية النسيج العراقي وما تعرض إلى اليوم هو كان الثمن المناسب لإذاحة هذه الدكتاتورية البغيضة بس دعنا الآن نلتفت إلى الواقع الراهن من يوم العراقي السعيد جزء كبير من سيادته هذا ينبغي أن تكتمل بالخروج من الفصل السابع ينبغي أن تكتمل بتمكين العراق من أن يبني قرار الوطني المستقل وهذا يعني من ضمن ما يعني توحيد الإرادة العراقية وغيرها من التحديات وبناء اقتصاد وطني متعدد وهذه مهمات جسيمة الولايات المتحدة اليوم تقدر تسهم إيجابيا حتى بعد الانسحاب في إطار هذه الاتفاقية اتفاقية الإطار المشترك في بعد الاقتصادي أنا أعتقد تجربة ألمانيا وتجربة اليابان ربما علاقة ممكنة نستفاد منها في هذا البناء الاقتصادي القادم وهذا ما ينبغي أن نعمل عليه الآن في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا من بغداد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الشوعي العراقي كما أشكر ضيفي في الستوديو الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية والأستاذ عبد المرعم الأعصم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العراقي كما أشكر أيضا الدكتور وليد فارس بالسشارة البزوعة نيابية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الأمريكي الذي شارك معنا في من واشنطن في الجزء الأول من البرنامج ولأن نلتقي على خير في حلقة مقبلة لكم تحيات فريق البرنامج تحيات طارق العزوة إلى اللقاء اشتركوا في القناة